القوات البحرية التابعة للتحالف السعودي نفذت على الأقل خمسة هجمات قاتلة يرجح أن تكون متعمدة على قوارب صيد يمنية منذ العام 2018 هذا موثقته يومي رايتس ووتش التي رأت أن ممارسات التحالف بحق الصيادين ترقى إلى مستوى جرائم حرب 47 صياد يمني على الأقل استشهد بهجوم القوات البحرية بقيادة السعودية على مراكب صيد في البحر الأحمر كما أدى الهجوم على المراكب إلى استشهاد سبعة أطفال كذلك احتجز التحالف من دون تهم ما لا يقل عن 115 صيادا منهم ثلاثة أطفال في السعودية لفترات راوحت بين 40 يوما وأكثر من سنتين ونصف سنة معرضة بعضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز مديرة قسم الطوارئ بالنيابة في هومي رايتس ووتش بريانكا موتابارثي أكدت أن قوات التحالف السعودي البحرية هاجمت على نحو متكرر مراكب صيد وصيادين يمنيين من دون التأكد من أنهم أهداف عسكرية مشروعة ما يبرز بوضوح أن التحالف متورط ليس فقط في قتل المدنيين من خلال غاراته الجوية غير المشروعة وإنما أيضا عبر شن عمليات في عرض البحر بحسب المسؤولة في المنظمة نفذت الهجمات باستخدام أسلحة خفيفة وشاركت سفن حربية ومروحيات في الهجمات من مسافات قريبة لذلك كان ينبغي أن تكون الطبيعة المدنية لمراكب الصيد بارزة إذ كتل الصيادون برغم أنهم كانوا يلوحون بأقمشة ضيد كما لم تحاول قوات التحالف إنقاذ الناجين الذين سقطوا في البحر في ثلاث من هذه الهجمات فغرق كثيرون منهم وكل ذلك بحسب متبرثي يعد جرائم حرب